يهدف برنامج نقدرها من خلال التعاون مع إطعام لتوسيع امتداده خارج الشريحة الأسر والمنازل ليستهدف كذلك قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي في المملكة ويسعى الطرفان في هذه الشراكة لإحداث تغيير سلوكي ورفع مستوى الوعي وتمكين أصحاب الأعمال والموظفين في هذا القطاع من خلال تزويدهم بتوجيهات تقنية للحد من هدر الطعام الذي قد يظهر في أي مرحلة من مراحل دورة الاستهلاك الغذائي وتشتمل أوجه التعاون بين الجهتين على تجشين الدليل الإرشادي لإدارة الهدر الغذائي في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي والذي تم بشراكة استراتيجية مع إطعام والغرفة التجارية الصناعية بجدة ويمكن الدليل أصحاب الأعمال والعاملين في هذا القطاع من الحد من الهدر الغذائي من خلال تزويدهم بالنصائح التقنية اللازمة والطرق المثالية لتخزين الطعام وكذلك بعض النماذج العملية لاحتساب وتقليل الهدر الغذائي في منشآت قطاع الضيافة كما يدعم برنامج نقدرها توفير مليون حاوية لحفظ الطعام المتبقي من ولائم الفنادق والمناسبات وذلك من خلال تعبئة بقايا الطعام تحت أفضل معايير الجودة والسلامة العالمية ومن ثم توزيعه على المستفيدين بشكل صحي ولائق وتهدف هذه المبادرة إلى التقليل من هدر الطعام في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي في المملكة تأمين مليون وجبة غذائية للمستفيدين رفع الوعي الغذائي الصحي في المجتمع وسوف يتم توزيع العبوات الغذائية في كل من منطقة مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية وتشمل الشريحة المستهدفة قوائم المستفيدين المسجلين في بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات الغير ربحية وقاطن الأربطة والأحياء الفقيرة وتزويد وجبة للمساجد